بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ وقفت على حديث ما معناه لا اعتكاف إلا في مسائل الثلاثة ومن المعلوم أن في كتب الفقه والحديث دائما نقرأ أحكام الاعتكاف وتفصيله وما يشرع له وما يبطله إلى آخره كيف ذلك؟ نعم هذا الحديث الذي أشرت إليه هو من حديث حديثة من جماعة الله عنه رأى أقواما معتكفين في مسجد الكوفة بين بيته وبيت عبد الله بن مسعود فشاء إلى بن مسعود يحدث بأنه رأى أقواما يعتكفون في المسجد في الكوفة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فقال له أبن المسعود لعلهم حافظوا يعني ولم تعرف وذكروا ونسيت فكأنه أبن المسعود رضي الله عنه كأنه رجح فعلهم على فعل حذيفة أو على ما قاله حذيفة رضي الله عنه ولا شك أن هذا الحديث لا يصل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مخالف لعموم قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد والمساجد عامة ليس فيها تخصيص ولا يمكن أن يخاطب الله الأمة بهذا الحكم العام في الاعتكاف ويقول في المساجد ثم لا يراد به إلا ثلاثة مساجد قد يدركها من يدركها من الناس وقد لا يدركها ثم إذا على تقدير الصحة إذا قدرنا أنه صحيح ومحبوظ فإنه يعني أنه لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد وليس المعلى الاعتكاف صح ولهذا نرى أن الاعتكاف يصح في كل مسجد في المساجد الثلاثة وفي غيرها ويكون ذلك في العشر الأواخر من رمضان كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس كما قال بعض أهل العلم إنه ينبغي لكل من دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه فإن هذا بدعة لم يكن معروفا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأصحابه ولو كان من الشرع فأرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله فها هو يتحدث عليه الصلاة والسلام عن من تقدم إلى يوم الجمعة ويقول من اقتصل فجاء في الساعة الأولى فله فكأنما قرب بدناه إلى آخر الحديث ولم يقل ولينوا الاعتكاف مع أنه حث على المجيء مبكرا ولم يقل ولينوا الاعتكاف حتى تأتي الصلاة فالصواب أن الاعتكاف المشهور ما كان في العشر الأواخر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل نعم 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 نعم